ادعاء اليهود بأن لهم هيكلا مزعوما في القدس القديمة وأن لهم حقا في العودة إلى أرض الميعاد وقد كذب ذلك للدعاء كل علماء الآثار الذين تموا بذراسة الأرض الفلسطينية وكان على رأسهم الدكتورة كاثلين كينيون التي قتلت بعد إعلانها بأنه لا يوجد أي أثر يشير إلى وجود يهودي على الأرض فلسطين فقتلها صغاينة في سنة 1978 ميلادي